هو لغتنا العربية في عصرنا الحديث والتحديات التي تواجهها بسبب انصراف كثير من الناس إلى اللهجات المحلية أو إلى لغة أجنبية يرونها أجدر بالاستعمال أو أحق في التواصل مع الآخرين انتشار وسائل الاتصال الحديثة والمواقع الإلكترونية خلخل نوعا ما من موازين استخدام اللغة العربية وانقسمت إلى لغات متعددة وابتدعت تلك المواقع مصطلحات جديدة وكلمات دخيلة فقمت الهوى بين الجيل الجديد من مستخدمي التقنيات الحديثة والإعلام الجديد ولغة الضاد وللحديث أكثر حول أهمية اللغة العربية وأبرز التحديات التي تواجهها تنظم إلينا في الاستوديو الأستاذة للاس شاهين معلمة ومختصة تربوية أستاذة صباح الخير أهلا وسهلا بك معنا بداية اللغة العربية لغة مهمة عبر العصور ومن أبرز اللغات السامية تحدثها تقريبا حول العالم أكثر من 450 مليون شخص أهميتها صحيح أولا يمكن أن أتحدث عن أهميتها بأنها الخامسة عالميا كلغة محكية بالإضافة إلى أهميتها كلغة التواصل لأن اللغة هي اللغة التي يستطيع الإنسان أو الوسيلة التي يستطيع الإنسان التحدث مع الآخرين بها لذلك يجب دائما علينا أن نتحدث عن أهميتها التي تكمن في لغة القرآن الكريم ولكن هناك تحديات وصعوبات دائما تعرق المسيرة تقدم اللغة العربية اللي هي أستاذي ما هي أبرز هذه التحديات وكيف نعلمها بشكل أسهل لأطفالنا جميل التحديات تنبع أولا من المجتمع المجتمع هو الشجرة الرئيسية أو الصاق الرئيسي للفرد ومن ثم يأتي المدرسة ومن ثم المعلم ومن ثم الأهل وأخيرا الطالب الطالب هو ورقة الشجرة التي تتهاوى إن كانت الرياح شديدة المجتمع للأسف دائما ينظر إلى اللغة العربية بأنها لغة ثانوية وبأن لغة سوق العمل تتطلب دائما اللغة الإنجليزية فنجد دائما في الإعلانات إعلانات التوظيف دائما يشترط اللغة الإنجليزية صحيح أغلبها ونادرا أو لن أقول مستحيل ولكن نجد أنه مطلوب من يتحدث أو يجد اللغة العربية إلا طبعا مدرسي لغة الاختصاص وإن أصبح الآن حتى لمدرسي لغة الاختصاص يترجب عليهم التحدث باللغة الإنجليزية وحتى أنا أحيانا أعاني مع الطلبة عندما أشرح مثلا كلمة معينة فلا يستطيع أن يفهمها الطالب فيسألني ما هي في اللغة الإنجليزية كيف نستطيع أن نتقرر يفهمها بشكل أسرع حاول قدر الإمكان أن أمثل أن أتي بعدة أشياء معنوية أو محسوسة أو لأستطيع أن أتحدث فقط في اللغة العربية طيب هنا دورك كأستاذة ويمكن أيضا دور الأسرة كيف نجعلها سهلة وسلسة حتى يتعلمها الطفل بشكل أسرع أهم نقطة لدى الطفل أن لا نتحدث أمامه بأن اللغة العربية صعبة للأسف الفصل الأول عانيت مع الطلاب كل الطلاب نوعا ما أول كلمة اللغة العربية صعبة لا نستطيع دراستها لا نستطيع فهمها يعني هو لي قدام أخذ فكرة أن هذه اللغة صعبة بصعوبة سيتعلمها كما يقولون في سيكيولوجيا النفس بأن الأنا الداخلي لن يتقبل أي شيء ما دام هناك جدال يعزلك بينك وبين ما تحبين لذلك دائما في الفصل الأول بدأت أن أحببهم في هذه المادة وأن أرغبهم بها بالهدايا بالعطايا بالمكافآت بالإذاعة المدرسية حتى بإجهاء بعض المسابقات بالإضافة إلى مسابقة تحد القراءة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد حفظه الله هناك للمسابقات داخل المدرسة مسابقات للقراءة لأفضل قارئ أفضل موضوع تعبير أجرينا نوع من التنافس بين الطلاب فالحمد لله في هذا الفصل بدأ الطلاب يستعدون نوعا ما متى ستأتي اللغة العربية قبل كانوا ينفرون لدينا الآن لغة عربية لكن الحمد لله الآن أصبحوا يتقبلون ذلك ويحبونها نوعا ما طيب اليوم في ظل انفتاح العالم على مواقع التوصل الاجتماعي على الإنترنت وكأنما أصبحنا قرية واحدة أيهما أكثر أستاذة على اللغة العربية هل هي اللغة الإنجليزية أم اللهجات المحلية والعامية نستطيع أن نقول الاثنان على حد سواء نستطيع أن نعطي كفة الميزان لأحدهما لأن كحد السكين الإلكترونيات بشكل عام كحد السكين نستطيع أن تقتل الفاكهة أو أن تقتل فيها شخص لذلك دائما حتى في الصف عندما أعجز عن توصيل معنى معين أطلب من الطالب أقل له اذهب إلى الموقع الإلكتروني واستكشف المعنى بنفسك لأحثه على القراءة نعم لأحثه على القراءة أو للبحث نوعا ما لكن من ناحية المواقع الاجتماعية أيضا ماذا قلت اللهجات المحلية والعاملية لأنه غالبا اللهجة المحلية والعاملية هي نتحدث بها بالبيت وبالشارع وبكل الأماكن وللحقيقة للأسف أنا كمدرسة لغة عربية أقولها بالعلى أضطر أحيانا استخدام اللغة العامية أحيانا استخدام اللغة الفصحة تقريبا ما شاء الله عليك الحمد لله نتقن اللغة الفصحة ولكن أنا أدرس طلاب صف سادس في المرحلة الابتدائية يصعب عليك التحدث باللغة الفصحة طيلة خمسة من واربعون دقيقة نعم فهذا صعب بالنسبة للطالب وخاصة إذا كانت المدرسة بريطانيا أو أمريكي في أي أن كان نعم لذلك أضطر إلى تسهيل أو تبسط الكلمات باللغة العامية ولا على أن أستخدم اللغة الإنجليزية ولا أحب ولا أحبذ أبدا أن أستخدم اللغة الإنجليزية نهائيا نعم طيب أستاذة دخول الطلاب أو أي شخص كان على مواقع التواصل الاجتماعي أو على الإنترنت لقراءة كتاب ما قراءة محتوى ما هذا أسهم نوعا ما تجدين في تراجع اللغة العربية كون أحيانا مصدقيتها ما تكون مضبوطة من حيث القواعد من حيث الصياغة وما إلى ذلك صحيح نوعا ما للأسف مثلا مواقع التواصل الاجتماعي هي أكبر مأساة بالنسبة لنا حتى أنا كمدرسة لغة عربية أحيانا تأتي كلمات بالفصحة نعم فأصدقاء أو معارف مباشرة مدرسة لغة عربية نعم فنضطر أن نتكلم باللغة العامية وهذا يقلل من أسلوبنا في الكتابة أو يزيد لدينا الأخطاء الإملائية بشكل عام بشكل تلقائي تجدين نفسك إيه تكتبي باللغة العامية طيب اللي يكتب باللغة العامية أعتقد أفضل من اللي يكتب اللغة العربية بأحرف إنجليزية ماذا تقولين لهؤلاء؟ هنا المأساة هنا المأساة هناك لغة للصم والبكم كما نقول فهذه اللغة خاصة لأشخاص معينين لن نستطيع التعامل معهم بسهولة بسبب وجود فعلا أرقام وأحرف أجنبية ولكن المعنى عربي مضبور خاصة في بعض الدول العربية دون ذكر أسماء ماذا تقولين لهم لهذه الفئة؟ طبعا مع احترامنا لهم هم حرين لكن بما نحن نتحدث عن موضوع اللغة العربية لا أستطيع أن أقول لهم شيء لأن هم مقتنعون بأن هذه لغة العصر للأسف للأسف أن هذه لغة العصر والعيب فينا وليس فيهم هنا المشكلة أن الإنسان لا يعرف من المخطئ طيب لديك بعض الأخطاء الشائعة كتبتها نعم أستاذا ممكن أن تطلعين عليها؟ بعض الأخطاء الشائعة كمواقع التواصل الاجتماعي مثلا لدي جملة تكتب لم يتسنى للذهب للحديقة تكتب بالهاء لم يتسنى بالهاء هي بفنظر إلى طعامه وشرابه لم يتسنى أي ماذا؟ لم يحصل له شيء لم يفسده عمره أما يتسنى بالألف المقصورة فهي لم يتهيأ لم يتهيأ لذهب إلى الحديقة وهذا صح هناك بعض الأخطاء في القنوات الإعلامية للأسف حان الآن موعد أذان الظهر أو العصر إلى آخره فأحيانا تكتب بالمد وهذا خطأ شائع نوعا ما بسبب أن آذان هي الأذن آذان تكلم وكل آذان صاغية أما حان الآن آذان الظهر بالهمزة دون المد فهي تعني أنها أقعمة الصلاة ويوجد لدي مثلا كلمة الهوية الشخصية أو الهوية الإماراتية دائما نقولها بأنها الهوية الإماراتية أو الهوية الشخصية الهوية بمعنى التعريف عن الذات أما الهوية هي من الهاوية وهي قعر وبئر عميق خلاف شاسع بين الكلمتين لدينا كانت رؤية المباراة ممتعة أو رؤية كيف تكتب بالمد أم بالتاء المربوطة أنا على مواقع التواصل الاجتماعي أي تاء مربوطة أستعب عنها بها لا تكرهيني بس على مواقع التواصل الاجتماعي هي رؤية بالتاء المربوطة ولكن ليست بالألف رؤية أصبحت من المنام والحلم رؤية من الله كما نقول أما رؤية فهي المشاهدة نقول صوموا لرؤيته أو رؤية هلال رمضان لدينا أيضا من الأخطاء الشائعة الشخصي فراسة أو فراسة ماذا نقول للشخص فراسة أم فراسة حسب ما أعرف فراسة فراسة صحيح أما الفراسة فهي الفراسة في ركوب الخيل بينما الفراسة هي معرفة بواطن الأمر فيقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا فراسة المؤمن نعم طبعا أعتقد الحديث يطول حاول هذه الأخطاء وبلشتي تسأليني وأنا خايفة لأنحرج قدام المشاهدين وأقول شي غلط لا ما شاء الله شكرا جزيلا لحضورة ويانا كانت معنا في السيديو الأستاذة ليلاز شاهين معلمة ومختصة تربوية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك الله يعافيك